محلياً أيضاً أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بياناً توضيحياً رداً على شائعة انتشاري بنزين مغشوش وغير مطابق للمواصفات القياسية بمختلف محطات الوقود على مستوى الجمهورية وذلك في إطار حرص المركز على المتابعة الدقيقة والمستمرة للشائعات المنتشرة على وسائل الإعلام أو عبر منصات التواصل الاجتماعي في هذا الإطار أكدت وزارة البترول أنه قد جرى سحب عينات من عدد من المحطات الموجودة بمحافظات القاهرة الكبرى وقد جرى تحليلها بالمعامل التابعة للوزارة وجاءت نتائجها مطابقة للمواصفات